بسم الله صلاة والسلام على شفي خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وزحبه وسلم اليوم ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من المحاضرة من الباب الذي بدأناه طبعا احنا بدأنا باليونيتس وبدأنا بالفيزيكال كوانترز اليوم هنتكلم عن الفيكتورز Today I will show you the second part of the first chapter فيكتورز I will cover the following points What are vectors? Coordinate systems Vector and scalars Vector as example Quality of two vectors Adding vectors What are vectors? ما هي المتجهات؟ عشان نفهم يعني كلمة متجه لابد ان احنا اولا متجه بالانجليزية اسمه Vector وده سهم السهم ده بيتحرك من نقطة يعني بيتجه من نقطة الاخرى هو في الفيزياء او في الرياضيات بيتحدد المتجه بسلاسة عناصر مقدار هو كمية قياسية وده تمثل بطول المتجه وبعدين زوايا الاتجاه يبقى مقدار واتجاه المقدار هو كمية قياسية تمثل بزي ما شايفين احنا كده لهو ده عبارة عن طول من هنا الهنا كده ده بدأ مثلا من هنا هذا طول الكمية الفيزيائية يعني مقدار الكمية الفيزيائية وده مقدار تمام وهو كمية قياسية طول المتجه الاتجاه وده يمكن تحديده في فضاء سلاسي الامعاد عن طريق زوايا بسمه زوايا اويلر ونقطة التأثير ونقطة تأثير ده عبارة عن هي النقطة التي ينطلق منها المتجه انطلق من هنا هو تمام يبقى اولا حاجة ادي المقدار ده المقدار من هنا الهنا طول المتجه يمثل بالمقدار وهو كمية قياسية اتجاه المتجه اهو ده الاتجاه تمام المتجه هنا هو ده اتجاه وكده يبقى ده اتجاه يبقى ده عبارة عن يبقى مثلنا المتجه بيه بمقدار واتجاه مقدار ايه واتجاه طبعا المثال المشهور للمتجه هو القوة الفيزيائية تمام قوة فيزيائية تمثل بمقدار واتجاه تمام دي عبارة عن المتجه يبقى what are factors? Vectors are pairs of a direction and a magnitude هو زوج من المقدار والاتجاه Direction يعني اتجاه, magnitude, مقدار We usually represent a vector with an arrow وإحنا دائما بموسل المتجه بسهم مسلو بسهم The direction of the arrow is the direction of the vector and the length of is the magnitude يبقى direction of the arrow هو direction المتجه هو تجاه المتجه واللنسب بتاع الارو ده طول لهذا السهم هو مقدار المتجه متكلم عن coordinate systems Coordinate systems used to describe the position of a point هي هذه نظام الاحداثيات نظام الاحداثيات عبارة عن نظام يستخدم عشان يوضح نقطة في الفراغ ربعا وإحنا بنحتاج في حياتنا العملية إلا تحديد موضع جسم مثلا في الفراغ سواء كان ساكن أو متحرك تمام؟ عشان نحدد موضع هذا الجسم فإننا نستعين بما يعرف بالإحداثيات اللي هي Coordinate Systems ده عبارة عن نظام الاحداثيات ونظام الاحداثيات بوجه عام وفي نوعين من الاحداثيات هما Rectangular Coordinates تمام؟ ودي بسموها الاحداثيات الكارتيزية Cartesian Coordinates ده عبارة عن الاحداثيات الكارتيزية والPolar Coordinates تمام؟ ده عبارة عن احداثيات القطبية يبدأ أن نوعين مهمين عندنا الكارتيزية كوردينيات والPolar Coordinates موسيقى